اشتركوا في القناة اعلان مملكة البحرين في امريكا الجنوبية انطلاقا من جمهورية البرازيل الالتحادية الصديقة وبالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في البرازيل والذي حضره فخامة الرئيس البرازيلي جاير بولسنارو وقيم في شهر ديسمبر الماضي تزامنا مع احتفال المملكة بذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد واطلع جلالة الملك المفدى خلال اللقاء على ما حققته هذه الفعالية من نجاح عاكس رؤية البحرين في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وأظهر الدور الريادي للمملكة ومكانتها الحضارية والإنسانية التي تتميز به على امتداد تاريخها العريق مؤكدا جلالة الملك المفدى أن مركز حمد العالمي للتعايش السلمي خير سفير لمملكة البحرين موضحا جلالته أن التعايش السلمي في العالم والتسامح والسلام أصبح اليوم أقوى تأثيرا في تعزيز هذا المجال معربا رعاه الله عن شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة على دعمه الكريم لتوجهات ومبادرات مملكة البحرين الإنسانية والذي يعكس عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمأ في العديد من المجالات كما أشهد حضرة صاحب الجلالة بالجهود المتواصلة والمساعي الموفقة لرئيس وأعضاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي في نشر رسالة المركز النبيلة والعمل على تحقيق أهدافه الإنسانية في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتأكيد على حرية الفكر والمعتقد في إطار العيش المشترك مؤكدا جلالته أن البحرين ستبقى وطنا حاضنا للتعددية ومركزا للتلاقي الثقافي والتعايش الديني والإنساني وستواصل نهجها المعتدل والمنفتح على العالم مع الحفاظ على ثوابتها وركائزها الوطنية الأصيلة ورفع معالي دكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس الأمناء إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله خالص التهاني بمناسبة تخريج الدفع الأولى لبرنامج الملك حمد للإيمان بالقيادة وهي دورة تدريبية متخصصة للتعايش السلمي بالتعاون مع جامعة أكسفورد كما قدم الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على إشادة جلالته بدور المركز وأجهود العاملين فيه وأكد عظيم الاعتزاز بحكمه بحكمة جلالته ورؤيته الثاقبة لتحقيق كل ما يدعم الخير والازدهار للإنسانية جمعا ومثمنا ببالغ التقدير المبادرات الحضرية الرائدة لجلالته لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين جميع الشعوب كما قدم الأمين العام لمركز الملك حمد للتعايش السلمي تقريرا حول الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية للمركز ترجمة نانسي قنقر